بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم فيديو جديد والفيديو بتاعنا النهاردة يعني انا عملته بناء على طلب بعض المتابعين بيقولوا ان احنا محتاجين نعمل او نعرف ازاي نقدم التسوية السنوية يدوي مش من خلال الاكسل طيب فاحنا هنعمل بسرعة كده دي شاركة عندنا الاقرار السنوي لضريبة المرتبات طبعا نموذج ستة ودخلنا هنا هنختار الفترة المحددة الفترة الاولى لسنة تلاتة وعشرين ما فيش حاجة مرفوعة عندنا وهنروح على البيانات بتاعت التسوية دخلنا على جدوى البيانات هنا طبعا احنا عملنا يعني فيديو تاني طبعا ازاي بالاكسل نعمل الكلام ده هنعمل هنا ان احنا هنضيف العامل يدوي يعني هعمل اضافة كده وهاجي هنا واعمل تحرير وهبتدي اختار مسلا معاملة الضريبية كويس سواء اعمالة دائمة او مؤقتة او تحسب ضريبة قطعية او اكتر من 50% او احتياجات وهكذا وكل الكلام ده شرحناه قبل كده هروح احط كود الموظف اذا كان عندي واذا كان فيه رقم تأمين برضو هنحطه نبتدي نحط الرقم القومي بتاع الموظف او لو هو اجنابي يبقى رقم جواز الصفر واسم الموظف بعد ما حطيت الرقم القومي واسم الموظف حط مدة العمل طبعا ست شهور المرتب الاساسي جاء لي كمية اسئلة كتير جدا عن المرتب الاساسي يا جماعة المرتب الاساسي هو ما يتقاضاه العامل حضرتك م permeable الاساسي يكونوا كم الفيديو العاملية بالشهر هنا لاحظ 보니까 يقينا عمل ست شهور يعني لو بياخد 1000 جنيه في الشهر يبقى اسم了 یہا fermentArMsた just like 109 جنيه واحد يقول لي طب والاجر التأميني والاجر الشامل proyecto عن ف انا اجر التأميني دا الاجر اللي أنت مكمن باية في المناطق الاجر الشامل بيبقى اكتر منه او مرتفع عنه بتلاتين في المائة اللي هي البدلات المعفاء طيب هرريرcia بتدي له اد البدلات Palau يبقى هتضرب في ستة وتحطه في المرتب الاساس بتديله اكتر هتحط الاكتر وهكذا تمام طيب فالمرتب الاساسي برضو هنحسبه ونحطه هنا على ست شهور طيب انا هنا الموظف ده باخد الفين وسبعمائة جنيه فضربت في ستة بستاشر الف اه ومتين طيب كويس جدا لو انا بقى عندي اي شيء تاني خلاص علوات مثلا خاصة اه قبل حتى الفين وتلاتاشر بعد تلاتاشر في مكافئات حوافز اه منح بدلات عمولات اه مزايا نقدية مصاريف سيارة طبعا ما كل الحاجات دي مفروض يعني حضراتكو ايه حفظنا حسب المزايا اللي بيحصل عليها مقابل خدمات ارباح توزعات ارباح مرتبات وجافئات رؤساء واعضاء مجلس ادارة اه حصة بالعمل في وسائق التامين على الحياة مقابل نقدي الرصيد لاجازات وخلافه وخلافه لغاية لما هنوصل كويس ليه الجزء وخدبال حركة لو فيه بقشيش وهكذا طيب هيجي لي هنا اجمال استحاقات مش هنا اللي بعمله هو اللي بيعمل قال لي فيه علاوات خاصة معفاة لغاية 2013 هنكتب فيه مبالغ معفاة بقوانين خاصة الاعفاء الشخصي طبعا هنوقت هنحط لو فيه اعفاء شخصي برضو لو هو عنده اعفاء شخصي هو هيتحسب من المنظومة وليس من خلالنا احنا بعد كده بيسألني عن حصة العمل فيه التأمينات نروح نشوف الحصة كام وبرضو هنضربها في 6 لان طبعا برضو انت بتكلم هنا على 6 شهور طبعا برضو خلي بالك حصة العمل دي 11% من الاجر التأميني تمام 11% من الاجر التأميني هضرب هنا في 6 زي ما اتفقنا عشان نحط حصة العمل طيب جميل مدة تأمينية لو فيه مدة تأمينية سابقة فيه اشتراكات عاملين فيه بقى قصات تأمين وخلافه طبعا ايه طيب حصة موظف التأمين الشامل والارباح خلاص لو طبعا ايه موجودة ارباح معفاة هو خدها بنحطها ونشيلها مرة تانية وعاق الفترة والعاق السنوي هو اللي بيحسبه برضو السيستم لو عندك بقى واخد بالحركة ضريبة سنوية لعمال اي معاملة ضريبية اخرى هتظهر هنا بعد كده عندي الضريبة المستخطعة عن الفترة والضريبة المسددة ودي اللي حضرتك حسبتها هنا حطيت الضريبة المستخطعة كانت 76 جنيه والمسددة 76 جنيه الفروق هيحسبها طبعا السيستم بعد كده المشاركة المجتمعية لسندوق الشهداء وزي ما احنا يمكن قولنا قبل كده ده بيبقى خمسة على عشر تلاف من اجمالي واخد بالحضرتك اللي ايه المرتب مش الصافي الاجمالي تمام طيب وهكتب هنا برضو ما تم سداده ولو في فروق طبعا هتظهر عندي بقى هاسحب كده سنة هتلاقي عندك هنا فروق لو فيه طبعا ما بين السداد والمستحق بعد كده اسم الجهة اسم الشركة شركة علي ومحمد اسم وتفر الاجر التأميني اللي هراكم تأمين به مسلا كنت مأمين هنا ب1700 ماشي بعد كده عندي الاجر الشامل لو انت عايز تحطه مدة التأمينات والحالة التأمينية وعادة الحالة التأمينية دي برضو عشان مهمة احنا بنخترى من هنا يا مؤمن يا غير مؤمن طيب وهنضغط تحقق ونشوف هيقول لنا ايه طلع لي خمسة ايررز بيقول لي بإراجاء ادخال الوظيفة قال لي يجب مراعاة ان الضريبة المدرجة بالتسويات لا تطبق الضريبة المدفوعة بالنظام واحنا قلنا الكلام دا انت بتكلم هنا على ست شهور وخبالك فبالتالي ممكن حراك سددت خلال السنة كلها مبالغ مش هتبقى مطابقة لان دي التسوية للفترة الاولى طيب الكلام دا مش هيبان مش هيطابق الا لما نقدم الثلاث فترات طيب لم تستطيع تغيير البيانات بعد التقديم فتأكد من دقة البيانات لا يوجد اقرار معدل ولكن اقرار تكميلي قيمة يعني رجاء العلم انه قيمة حقل لمساهمة الشهداء صفر وده انا قلت قبل كده هو بيعمل كده مع ان موجود ان انا عندي هنا وخبال حراك مبلغ واحنا كاببين وسوا هعمل حفز بس مسوادة ونطلع برا على ملخص التسوية نشوف هو لخص التسوية ازاي هو هنا لما طلعت اهو اجمالي الاستحاق 1600 اجمالي الضريبة المستحقة 76-95 الضريبة المستقطعة عن الفترة 76 مسددة 76 يبقى انا علي فروق وجبة 95 ارش دي عن الفترة الاولى ودي الستة جنيه ومعليهاش حاجة هنا انها تسدد ماشي يبقى كده واخبالك ايه هو بيحسب وانا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات هو حسب هنا الضريبة طالعت 76 جنيه و95 ارش انت حرك بسدد 76 جنيه ماشي يبقى حضرتك هتسدد ال95 ارش اللي بقين طيب وهعمل ارسال هنراجع بس الارقام تاني ونرجع نعمل معك وارسال لما جينا جماعة هنا نراجع لضريبة لقيت ان انا كنت دافع مش 66 او 76 انا كنت دافع 78 فبص الرسالة اختفت اللي هيك بتقول ان ايه خلي بالك ان الضريبة اللي مدفوعة ما تمثلش او ما تطبقش الضريبة المدفوعة على الايه على السيستم فاذا هنا انا كنت اعتقد ان الثلاث فترات بس هو هنا شال هذه الرسالة لان انا هنا كتابت رجعت تاني للسددات لقيت ان احنا مسددين فعلا 78 جنيه ان احنا مسددين فيه جنيه لينا اكتر من الضريبة فدي برضو تعليق مهم يخص حتة الايه الرسالة الخطأ اللي بتطلع يعني طيب تمام احنا كده خلصنا هنروح مقدمين عاملين بقى تقديم اهو رجعت تأكيد طلب التقديم هيقول لي فيه رسالة تحذرية اقول له موافق هيقول لي النموذج تم تقديمه بنجاح هرجع تاني طبعا لو انا عايز اطبع بقى النموذج هقدر اطبع النموذج هنا هون هو نموذج ستة تسويات وظهر لي هنا الستاشر الف ومتين تمام واجمالي الاستقطاعات والوعاء السنوي والضريبة المستحقة والضريبة المسددة زي ما انتم شايفين كده وفيه فرق طبعا الجنيه لصالح الممول طيب تعالوا بقى نروح نعمل الفترة التانية طبعا رجعنا هنا تاني طبعا لو رحت التزامات التقديم هنا هتبص تلاقي بقى ايه ما عنديش واخد بالك مرتبات سنوي فهنعمل ايه هنخش من النمازج اهو ونجيب كده اضافة نموذج ونختار مرتبات ونوع النموذج ستة والفترة تلاتة وعشرين زي ما عملنا وخلي بالك ان الفترة الفترة دي عن شهر سبعة تمانية تسعة عشرة يعني بتكلم في اربع شهور فحضرتك هتيجي هنا وتاخد الفترة التانية طيب برضو هنا حتة مهمة لازم اقولها بعض الناس جات قالت لي ايه انا مش ظاهر عندي ده اعمل ايه بصوا جماعة المشكلة دي حلها ان احنا ندخل من المتصفح الخفيه حضرتك انا مثلا اشغال هنا من كروم خلاص لو جيت فتحت هنا هلاقي ان فيه حاجه اسمها المتصفح الخفي نيو انكيجنتو ويندو خلاص او المتصفح المتخفي او الخفي حضرتك هتضغط اليها هيفتح لك صفحة جديدة او ان انت تعمل كليرنج للكاشي بتاع الملفات والحركة المؤقتة اللي ليها علاقة بالايه بالمتصفح انا بفضل عشان مش كل فايل انا هاد اعمل كده بخش على طول على نيو انكيجنتو مود ده او بيدخلني هنا ده مش بيحفظ البيانات وبالتالي مش بيعمل لنا المشاكل اللي بيعملها لنا المتصفح العادي لو انا عندي المشكلة دي طيب هنروح نعيد بقى نفس البيانات عشان فيديو ما يتولش برضو اكتر وهنرجع لحضراتكو على طول طيب في الفترة التانية انا عملت بقى موظف اهو اربع شهور خلي بالك هنا كان الحد الادنى للمرتبات بقى 3000 جنيه فدربت اربعة في تلاتة باثناشر وابتديت احط بقى البيانات عادي جدا طبعا كل البيانات التانية مش هنعدها بقى ولكن طبعا هنا هو اصبح في حدود الاعفاء الضريبي هنا كان فيه تمانية جنيه لسندوق الشهده الاجر التأميني مازال كما هو وبعدين خلاص مدة التأمينات ومؤمن عليه وخرجت لقيت ملخص تسوية مظبوط الفترة التانية اهو اجمالي لاستهاء 12000 مفيش ضريبة بيقولي الضريبة مستدامة من وقع النظام السبعة وطول اللي انا كنت مسددهم قبل كده تمام مفيش فروق هنروح عاملين تقديم برجاء تأكيد طلب التقديم هنقول ايوه ماشي يبقى احنا كده قدمنا كمان الفترة التانية انا بالنسبة لي الشركة دي تمام برضو هنطبع نموذج اهوه هروح هنروح هنا بقى عشان اعمل نموذج مرتبات اهوه اخترت الفترة التالتة وهنا الشركة ديت مفروض انها عملت اغلاق في 31 عشرة طيب هل انا النهاردة مطالب ان انا قدم تسويات عن الفترة التالتة وهي الشركة مش شغالة هو مفروض ما نقدمش نموذج مرتبات واحنا ممكن كنا عملنا فيديو قبل كده بتعليمات نزلت من المصلحة خلاص اه ان احنا ما بنقدمش للشركات اللي ما عندهاش ولكن انا حبيت اجرب هلا وانا حبيت ارفعه صفري لان بعض الناس كتير برضو سألتني على موضوع الصفري ده تمام فانا جيت هنا محطتش اي بيان وعملت تحقق فاطلعلي يجب مراعاة انت ضريبة كذا لانت استيع تغيير البيانات لا يوجد اقرار ضريبة كذا واخبالك ولما رجعت للملخص بتاع التسويات لقيت ان هما الفلوس اللي احنا كنا دفعنا فانا هجرب معاكو هل انا ينفع اقدم اقرار فعلا صفري بهذا انا مجربتش هنجرب سوا كده طلعلي طبعا ارور ان ما فيش عشان انا كنت بقول الناس ماينفعش نقدم اقرار صفري كان بعض الناس بتقول لا انا قدمته صفري فطبعا واخبالك ايه مفيش عندنا اقرار صفري للمرتبات للتسويات زي ما انتوا شايفين كده فبالتالي انا قدمت الفترة الاولى الفترة التانية و المفروض الشركة توقفت 31 عشرة اذا ما عنديش تسويات ثالثة ابعت ده اجتهادي الشخصي لان اعتقد زي ما انتوا شفتوا احنا حاولنا نعمل و مفيش ايه مفيش حاجة زي كده طيب ده كان فيديو مش عايز اقول سريع لان طولنا يمكن شوية ولكن عشان بس كنا كمان الاخطاء اللي بتظهر والحاجات ديت و التقديم مانوال او على يدوي على المنظومة الجديدة متشكر لحضراتكم ان شاء الله نشوفكم على خير دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة